نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة قناة السويس ندوة توعوية تفقفية لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات يأتي هذا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت رعاية القيادة السياسية وما تشهده مصر من تنمية شاملة في كل القطاعات شارك في الدورة نحو أربعمائة طالب من جامعة قناة السويس الذين تفاعلوا مع العرض الخاص بالمشروعات التي قدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة للأهالي والأسر المستحقة في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا دور الجامعة هنا دور توعاوي أنها تستضيف مثل هذه الندوات لتوعية الشباب بأهمية العمل التطوعي للتعريف والوعي بالمشروعات الكبرى المشروعات القومية المشروعات التي تتبناها مبادرة حياة كريمة وبالأخص في منطقة قناة السويس والقناة في منطقة انطارة شرق والمشروعات التي حاليا أنجزتها مبادرة حياة كريمة نحن عندنا عدد كبير جدا من كرة محافظة الإسماعيلية ومراكز محافظة الإسماعيلية كلها بالكامل وكل الطبال طلبة دول طبعا هينقلوا دور حياة كريمة بالنسبة لمجتمع الإسماعيلية بواجن عام اللي عايز أقوله بالنسبة لحياة كريمة تحديدا أنا يعني من المشاريع اللي هي فعلا لفتت انتباهي جدا ومشروع يعتبر فعلا بينقل الناس وينقل مستوى الناس من حياة الفقر اللي كانوا عايشين فيها بالنسبة لبعض الكرة إلى المستوى اللي بدأت تصل إليه التي تصل إليه اللي هو كرة محافظة الإسماعيلية بل مش محافظة الإسماعيلية بس محافظات مصر كلها بالكامل